السلام عليكم أصدقائي سنة التبتدائي النهاردة حقرأ معاكم قصة الاستماع الأطعمة البحرية قام صديقي أسامة وهو من مدينة الإسكندرية بدعوتي أنا ومروان أخي إلى وجبة غداء بحرية سعدت بهذه الدعوة لأنني أحب السمك وأعرف فوائده فالمأكلات البحرية مليئة بأنواع من الفيتامينات لا توجد في غيرها وصلنا أنا وأخي مروان عنده وعندما فتح الباب وجدنا الأكل على الطاولة في انتظارنا جلست أنا وأخي مروان ثم نظرت إلى الطعام محاولا أن أميز الأنواع الموجودة ولم أميز منها شيئا فالطعام البحري الذي أعرفه هو السمك بأنواعه المختلفة ولكن لم يكن على الطاولة أي نوع من الأسماك التي أعرفها لاحظ صديقي أسامة التعجب الذي كان يبدو علينا أنا وأخي مروان فابتسم وقال من الواضح أن أنواع الطعام بالنسبة لك يا سامح غريبة دعني أشرح لك أنواع المأكلات البحرية الموجودة أشار صديقي أسامة لأول صحن وقال هذه رتسة وأنصحكما بأن تبدأ بها فنظرت ووجدت شيئا على شكل قشرة صلبة تملأها أشواك وبداخلها بعض الفصوص اللينة أخذ صديقي أسامة قطعة من الليمون وعصرها عليها ثم بدأنا في الأكل قال أخي مروان هذه أول مرة آكل فيها رتسة قال أسامة ولن تكون الأخيرة فطعمها لذز جدا وهي غنية بالمعادن التي يحتاج الجسم إليها قلت لأسامة أقترح أن تعرفنا أنا ومروان ببقية الأطباق قبل أن نبدأ في الأكل أشار أسامة إلى صحن كبير به بعض الأصداف المفتوحة التي يميل لونها إلى الأبيض وقال أما هذا فجندفلي وهو غني بالفيتامينات الضرورية لصحة القلب وطريقة أكله تختلف عن الرتسة وهي تؤكل هكذا أخذ واحدة وفتحها وباستخدام معلقة صغيرة أخرج اللحم الذي بداخلها وأكله صاح مروان ما هذا الذي بداخل صحن الأرز فوجدت بعض الأصداف لونها أسود تخرج من الأرز قال أسامة هذا بلح البحر وهو غني بالفيتامينات والمعادن وقد يؤكل وحده مثل الجندفلي أو يطهى مع الأرز جلسنا جميعا إلى الطاولة وبدأنا في الأكل كان للأكل نكهة خاصة وطعم مميز في البداية ساعدنا صديقي أسامة ولكن مع التدريب صرنا أنا وأخي مروان ماهرين في أكل الريتسة والجندفلي وبلح البحر ودلوقتي أصدقائي مع الكلمة ومعناها الطاولة المنددة غريبة غير معروفة الضرورية اللازمة يبدو يظهر التعجب الدهشة لاحظة راقبة الكلمة ومضادها ساعدت حزنت أحب أقرأ أعرف أجهل البحرية البرية صلبة لينة بدأنا انتهينا مبتسمة عابسة فوائده أضراره مليئة فارغة ودلوقتي مع الكلمة وجمعها شكل أشكال قشرة قشور مرة مرات صديقي أصدقائي الطعام الأطعمة دعوة دعوات غريبة غرائب وجبة وجبات صحن صحون مدينة مدن نوع أنواع والسلام عليكم